تطوع في الجيش الأمريكي خلال عمليتي درع الصحراء وعاصفة الصحراء هو الكويت سامي قدومي الذي كانت مهمته رصد الانتهاكات التي حدثت إبان الغزو فكان شاهدا على الكثير من الأحداث المؤلمة والمشاهد التي لم تروى من قبل كنا حوالي ثمانية تم تدريبنا على شلون نشوف القضايا وشلون الانتهاكات تكون ودرسونا طبعا على قوانين جينيفا الدولية اللي موقع عليها كل الدول وفي بعض الجثث كانوا يقولوني جثث بس ما في ثقوب في الملابس فهذا معناته أنه تم تعذيبهم هما عارين وتم إطلاق الرصاص عليهم هما عارين وبعدين تم تلبيسهم أذكرهم لما رحنا للصباح كان في مستشفى كانت مهتمة في المعاقين فهم هذه قالوا لما يوى العراقيين كونهم أنهم خذوا الموارد من المركز هذا منعهم من الاعتناء في المعاقين مما أدى إلى بايد منهم ماتوا وفيه طبعا الدكتور ما قصر أعطانا إحصائيات بهذه المرة حوالي أكثر من 400 شخص مريض توفوا بسبب عدم قدرتنا على الاعتناع فيهم بسبب أنهم يوء وصرقوا كل الموارد اللي موجودة هناك مرة من المرات كان مفروض أنه كان واحد من الجنود العراقيين أعتقد كان بالمنشآت العسكرية الهندسية وكان يتحدث للأمريكان يقول لهم الأشياء اللي اضطر أن يسويهم قال إيه يا لهم أوامر بإطلاف المنشآت العسكرية قبل أعتقد عشرة أيام أو أسبوعين من التحرير لكويت منها النفط وما شابه فكل وحدة اللي جدامها تقدر عليه كانت تتلفة أي أن كان